أسعد الله أقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة معي أنا مونة عوكل ومع كريم أهلا بك كريم أهلا بك مونة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة خلال شهر رمضان المبارك تزداد صعوبة الحياة بالنسبة لسكان قطاع غزة حيث أصفرت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال منذ 162 يوما عن إحدى أبشع الأزمات الإنسانية التي عاشتها البشرية على مر التاريخ دفعت الأمم المتحدة إلى وصف الوضع في القطاع بالكابوس حيث يعيش الفلسطينيون هناك في رعب ومعركة من أجل البقاء جرائم ترتكب يوميا في حق سكان قطاع غزة المحاصر آخرها مرتكبه جيش الاحتلال من مجزرة بحق مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الكويت بوسط غزة كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية ما أصفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في الوقت نفسه تسعد دول الكبرى والإقليمية وعلى رأسها مصر إلى تخفيف حدة هذه الكارثة الإنسانية عبر تهيئة الأجواء من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان في حين لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها الغاشم ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط مهددة وفق الكثير من التقارير بشن عملية عسكرية لاجتياح مدينة رفاح جنوب القطاع رغم التحذيرات الدولية بشأن النازحين الذين يتجاوز عددهم وفق تقديرات أممية المليون شخص وفي ظل ذلك يهدد المنطقة شبح توسيع رقعة الصراع خاصة مع زيادة واتيرة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في تغطياتنا المستمرة حور تطورات الأوضاع في قطاع غزة شهداء، دسل، دمار، جور، بش أكل شكرا 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 من 31 دولة وسلاس منظمات أممية وكانت هذه الدعوة تسعى من خلالها القاهرة إلى حجد المجتمع الدولي وإيجاد ظهير حقيقي لدعم القضية الفلسطينية بما يتوافق مع ثوابت القوى العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية في ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عادلة والعمل على الوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والعمل على كسر الحصار عن قطاع غزة وإنفاذ كافة أوجب المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع وكانت هذه القمة هي اللبنة الرئيسية التي بمجابها عقدت القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة هذه القمة التي انبسقت عنها اللجنة الوذارية العربية التي تحرقت بكل قوة وجابت كل دول العالم ونجحت في إعادة التوازن لموقف المجتمع الدولي في دعم القضية الفلسطينية وهذا ما شاهدناه بشكل واضح في الفترة الأخيرة نتيجة الجهود العربية سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة تم التصويت على ضرورة اتنفاذ كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية وتم موافقة أكثر من 122 دولة على هذه القرارات وأيضا بعدها بمدة قليلة نجد أن هذه النسبة قد زادت بشكل مضطرد تؤكد أن الجهود العربية قد آتت أكلها وآتت ثمارها بموافقة أكثر من 153 دولة على إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية والآن في مرحلة جديدة تسعى القاهرة ومع شرقها الإقليميين والدوليين سواء الشريك القطري أو حتى الإدارة الأمريكية من أجل الوصول إلى هدنة جديدة تفضي إلى هدنة طويلة الأمد مدتها ستة أسابيع تكون هذه الهدنة هي اللبنة الرئيسية والقوام الرئيسي لكي يتم وقف شامل لإطلاق النار خاصة أننا في أيام رمضان الكريم وبالتالي القاهرة تسعى بشكل كبير إلى هذه الهدنة لإنفاذ كافة أوجه المساعدات وفتح المنافذ البرية لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كل بقعة من بقاع قطع غز دكتور حمد في ظل كل هذه التحركات وربما كنا نتابع ما الذي يعرقل الوصول لوقف إطلاق النار حتى في ظل المواقف الدولية ما الذي ربما يعرقل الوصول لوقف إطلاق النار في المفاوضات والتحركات القادمة خاصة مع التصريحات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار وربما تغير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يا سيد كريم كما حضرتك أشرت أن هناك تغيرات كبيرة في أراء المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة ولا أقول قرارات ولكن بعض الأراء تتجه الآن وبعض القرارات تتجه إلى كيفية الوصول إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة خاصة أن الإدارة الأمريكية أدرقت أن هناك خطورة حقيقية على إسرائيل من بقاء نتنياهو في السلطة وبالتالي هذا هو الدافع الرئيسي الذي سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف إطلاق النار وهو خطورة وجود حكومة يمين متطرف في إسرائيل لا تؤمن بالسلام ولا تسعى إلى إحلاله ولا تسعى إلى وجود هدنة إنسانية بل تسعى إلى البقاء في السلطة لتحقيق مصالحها الشخصية والمصالحها السياسية على مصالح المنطقة وبالتالي تعتمد إسرائيل سياسة حافة الهوية تريد اتساع رقعة الصراع ولا تريد وقفه ولكن منذ أيام قليلة نجد أن هناك ضغوط حقيقية من قبل القوى الدولية وأيضا القوى العربية وهذا ما ظهر بشكل واضح من وجود بعض الليونة والمرونة من الطرفين حماسة التي اتجهت في الفترة الأخيرة إلى إبداء هذه المرونة بالتنازل عن وجود وقف شامل لإطلاق النار في المرحلة الأولى والتزمت بأنها ستكون هناك أولا هدنة إنسانية وعلى النحية الأخرى الحكومة الإسرائيلية التي تحرقت في اتجاه ومنح جديد وهو أنها وافقت على إدخال سكان أو عودة النازحين من شمال قطاع غزة الذين نزحوا إلى الجنوب إلى عودتهم مرة أخرى إلى الشمال وهذا متغير جديد وهناك جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة يوم الاثنين القادم من الممكن جدا أن تفضي إلى وقف إطلاق النار ولكن على الجانب الإسرائيلي أن يفق التعنت وأن يفق ما قام به من تعقيدات وتشابكات أدت بشكل كبير إلى إفشال كافة أوجه المفاوضات وعدم إنفاذ المساعدات الإغاسية والإنسانية إلى داخل القطاع وبالتالي تتحرق الآن القوى الدولية في ظل تقليل مساحة المناورات الإسرائيلية الآن ومحاولة أن يكون هناك إطارة لأمد المعرقة أصبحت في أقل مراحلها وبالتالي تتحرق إسرائيل الآن في إطار سعيها إلى إرضاء الجانب الأمريكي لأن هناك غضب أمريكي شديد ضد حكومة نيتنياهو في الفترة الأخيرة نتيجة أنه لا يعبأ بأي جهود أمريكية للعمل إلى الوصول إلى تفاهمات لأن الإدارة الأمريكية أولا هي في عامل الانتخابات وتحتاج إلى التهديئة في ظل أيضا اتساع رقعة الصراع وتهديد مصالح العالم بما يحدث فيه باب المندب والبحر الأحمر وأيضا أن نيتنياهو وبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة أصبح مهددا لأمن إسرائيل وهو ما لا ترغب فيه الإدارة الأمريكية نعم يعني دكتور في ظل حديثك عن توسيع رقعة الصراع يعني ما يشهد تحديدا الآن جنوب لبنان من تصعيد هل هو مؤشر على هذا التصعيد تصعيد تحديدا رقعة الصراع وما تدعيات ما يجري هناك على المنطقة في ظن وتقديري يا أستاذ مونة أننا الآن في أخطر مراحل الشرق الأوسط لتيجت أن نيتنياهو يريد أن يصنع الفوضى هذه الحكومة المتطرفة تريد أن تتسع رقعة الصراع للبقاء في السلطة خاصة أن هناك ضغوطا حقيقية من قبل أهالي المحتجزين على حكومة نيتنياهو في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي بتمر بيها دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل أيضا حالة من النزوح العكسي لأول مرة نرى أن هناك تهديد حقيقي على الأمن والسلم داخل إسرائيل وفي ظل أيضا أزمة الحريديم التي تمثل تهديد خطيل لبقاء الدولة الإسرائيلية لأن هناك صراح حقيقي بين الدولة العلمانية من ناحية والدولة الدينية من ناحية وتهديد الحريديم بالقيام بالعودة إلى موطنهم الأصل وطرق إسرائيل كلها مقومات تدفع في اتجاه العمل وبشكل كبير على أن يكون هناك هدنة أما فيما يخص رقعة الصراع واتساعها نجد أن هناك بالفعل يعني الآن أصبحت المنطقة على حافة الهوية ومن الممكن جدا أن يتم كسر قواعد الاشتباك بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل ونرى حالة لا يحمد عقبها في المنطقة وهذا ما حذرت منه مرارا وتكرارا الدولة المصرية التي قالت منذ البداية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قتل ممنهج وإبادة جماعية وسعي حقيقي للبقاء في السلطة على حساب الفلسطينيين سيدفع في اتجاه العمل على توسع رقعة الصراع وهذا ما نشاهده على رغم من القيام بحارس الإزدهار في البحر الأحمر والتي قامت باستهداف الكثير والكثير من المواقع الحوثية إلا أن حتى هذه اللحظة لم تستطع هذه القوى الدولية القضاء على الحوثيين في البحر الأحمر وفي باب المندب وأصبح هناك سجال يهدد الأمن القومي في منطقة تمثل الرئة الرئيسية لإنفاذ كافة سلاسل الإنداد إلى كل بقعة من بقاع العالم وبالتالي أصبح هناك تحرقة متغيرا الآن لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تدرك أن هناك خطورة على اتساع رقعة الصراع في ظل تحرقات فرنسية للعمل إلى الوصول إلى تفاهمات بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل لكي يتم خفض التصعيد في هذه المنطقة وفي ظل أيضا أن إسرائيل قامت ببعض العمليات في العراق وبعض العمليات في سوريا بالإضافة إلى استهداف القواعد العسكرية في العراق وفي سوريا كلها أدت إلى حالة من التشابق والتعقيد في المنطقة يكفع وبشكل كبير إلى تأجيب رقعة الصراع والتصعها وبالتالي لابد أولا من البحث عن السبب الرئيسي في هذه المعادلة الصفرية الكل خاسر من هذه المعادلة وبالتالي الإضاءة الأمريكية تريد الآن نزع فتيل الأزمة وهو وقف الحرب في قطاع غزة ثم بعد جزاله كل هذه الجبهات ستهدأ تدريجيا لأنه لن يكون هناك سبب لهذه الحرب لأن إسرائيل أوقفت حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين داخل القطاع ولكن دكتور حمد هل هناك ربما تغير في الأليات التي تنتهجها الولايات المتحدة مع تغير الموقف في الجولة الجديدة للمحادثات التي أشرت إليها دكتور في قطرة والتي ستعقد في يوم الاثنين القادم لماذا هناك تفاول أمريكي؟ هل ربما هذا مؤشر لتغير الأليات الخاصة بالضغط على إسرائيل من جانب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال مهم جدا وزخي جدا يا أستاذ كريم أرى وأتفق مع حضرتك أن هناك بعض التغيرات في الموقف الأمريكي واستخدام أدوات جديدة في سبيل الضغط على حكومة نيتينياهو أولى هذه الأليات هو زيارة بني جانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكون الولايات المتحدة بهذه الزيارة تعطي إنظار شديد اللاجة إلى نيتينياهو أنها ستسعى بشكل كبير إلى تغيير نيتينياهو والوصول إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة بعد التصريحات التي خرغت من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر الذي أكد أنه لابد من إجراء انتخابات وأن بقاء نيتينياهو في السلطة يمثل تهديد خطير على الأمن القومي الإسرائيلي وأيضا الأمن القومي الأمريكي وأيضا هناك جزئية أخرى وهي جزئية أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وبشكل كبير تلوح بأنها ستوقف المساعدات العسكرية إلى إسرائيل وهذا سيمثل تهديد خطير لإستمرار المعرقة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتصبح إسرائيل بهذا التحرك غير قادرة على فتح جبهات جديدة بالإضافة أيضا إلى أنه عامل الانتخابات الأمريكية ولا يريد الرئيس الأمريكي خسارة الانتخابات وبالتالي هو يضغط بكل قوة سواء من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في مجلس النواب الأمريكي وأيضا مجلس الشيوخ بالإضافة أيضا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ يضغط بشكل كبير على حكومة نيتينياهو التي جعلت الصورة لصورة الولايات المتحدة الأمريكية صورة سلبية لأجيال وأجيال قادمة وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية على المحق في سمعتها خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية التي كان من المفترض أن يتم تنفيذه وهو إنفاذ كافة أوج المساعدات الإغاسية والإنسانية وأيضا بعدما استغلت الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمت حق الفيتو أكثر من مرة لضرورة أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار ونرى الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك لأول مرة منذ بدء الحرب لاتجاه معاكس وهو أنها ستقوم بتقديم مشروع قرار أمريكي يكون هذا المشروع هو الذي سيؤدي قولاً وحداً إلى وقف شامل لإطلاق النار وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل الإدارة الأمريكية وهذا تغير نوعي كبير يا أستاذ كريم في المشهد الأمريكي سيكون ضغطاً حقيقياً على حكومة نيتينياهو لأن الإدارة الأمريكية الآن أصبحت هي من تريد وقف إطلاق النار ليس فقط لحماية الأبرياء والأشقاء الفلسطينيين ولكن لأن حكومة نيتينياهو أصبحت تمثل تهديد خطير على إسرائيل وبالتالي هذا هو الدفع الأكبر نيتينياهو من الممكن جداً بهذه التصرفات أن يدفع إلى وجود الكثير من الانشقاقات الداخلية داخل إسرائيل من الممكن أن يؤدي إلى حالة من زعزعة الاستقرار لإسرائيل وهو ما لا يرغب فيه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية وربما قبل الحديث عن هذه المساعي السياسية لإيقاف الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تقدم المساعدات ربما كانت بداية لتغيير ربما نظرتها لما يجري على الأرض في غزة والآن غزة تعيش وضعاً إنسانياً صعباً تحديداً في شهر رمضان برأيك كيف من الممكن أن يتم احتواء هذه الأزمة الإنسانية؟ يعني في ظن وتقديري أن تعامل الإدارة الأمريكية مع الأزمة الإنسانية هو تعامل مغزي بمعنى أنه بدلاً من أن تبحث عن إقامة ميناء بحري على بحر غزة يتم استغراء بناء هذا الميناء حوالي 60 يوم هل من المفترض أن تتحمل غزة والشعب الفلسطيني 60 يوم أخرى من الحرب حتى يتم إنفاذ المساعدات الإغاسية والإنسانية إلى داخل القطاع؟ على الإدارة الأمريكية أن تتعامل بواقعية مع أزمة غزة التعامل بواقعية هنا أستاذ مونة يتمثل في ضرورة فتح المنافذ البرية وإدخال كافة أوجه المساعدات الإغاسية والإنسانية ويتم استغلال معبر رفع معبر رفع الذي لم تغلقه الدولة المصرية ولولي ثانية واحدة وهناك أكثر من ألفين شاحنة من المساعدات الإغاسية والإنسانية تقدم من الشعب المصري 80% منها ومن الدولة المصرية 80% من هذه المساعدات لابد من السماح من إنفاذ المساعدات عن طريق المعابر البرية وأيضا عن طريق فتح معبر قرم أبو سالم معبر قرم أبو سالم كان من المفترض عندما قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى معبر قرم أبو سالم يعني تم منع هذه الزيارة وتم إلغاءها نتيجة قيام المستوطنين بإغلاق المعبر وعدم السماح بإنفاذ المساعدات الإغاسية والإنسانية من المعبر وبالتالي هناك ستة معابر أخرى بعيدا عن معبر رفع على الإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل لكي يتم فتح هذه المنافذ وإنفاذ كافة أوج المساعدات الإغاسية والإنسانية إلى شمال قطاع غزة باعتباره منطقة موبوءة باعتباره لم يسمح بإدخال المساعدات الإغاسية والإنسانية إلى هذه المنطقة ولا يتم التعويل فقط على الإنزال الجوية التي تقوم به القاهرة للسماح بإنزال المساعدات إلى شمال القطاع ولا يسمح أيضا أو يعني أصبحت هذه المساعدات غير كافية لأنها لا تمثل احتياجات رئيسية لعدد 2.4 من 10 من سكان القطاع ولكن لابد أن يتعامل بشكل آدمي مع سكان القطاع لابد من أن تم السماح بإنفاذ الشاحنات إلى كل بقعة من بقاع القطاع وهذا لابد من الضغط به من الإدارة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات أولا من قطاع من معبر رفع وأيضا من معبر قرم أبو سالم ومن كافة المعابر الأخرى التي تسيطر عليها إسرائيل ولا تسمح بدخول المساعدات منها دكتور حمد يعني في غضوني كل ذلك بالتأكيد تابعنا خبر تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو على خطة لإكتياح مدينة رفع الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية كيف يؤثر هذا الخبر أولا على مواقف المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات القادمة في قطر وأيضا على الجهود لإدخال المساعدات والتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية في غزة طبعا أستاذ كريم فيما يخص التصديق من قبل حكومة الحرب على اكتياح رفع في هذا التوقيت هناك دلالة للتوقيت لسماح إسرائيل بتمرير هذه الخطة في ظن وتقديري أن هذا التمرير وهذه الموافقة هو بمثابة ضغط حقيقي على حماس لكي يتم وترضخ لأشروط والطلبات الإسرائيلية حتى يتم تحقيق أكبر مكاسب ممكنة في إطار سياسة عدل أصابع بين الطرفين وأن كل طرف يريد أن يحقق أكبر المكاسب الممكنة من هذه الصفقة ولكن بحسابات الرح والخصارة أرى أن أقدام نتنياهو على اكتياح بر لمدينة رفع ستكون خسائر دولة الاحتلال الإسرائيلي يعني أكبر بكثير من مكاسبها إسرائيل ستخسر كل شيء إذا أقدمت على ذلك لأن عدد الضحايا والأبرياء الذين سيسقطون نتيجة هذا الاجتياح سيكون كارسياً وسيكون أضعاف أضعاف الشهداء الذين سقطوا نتحدث حتى هذه اللحظة عن 31 ألف شهيد سقطوا من أبناء قطاع غزة وإذا قامت إسرائيل في ظل هذا التكدس الكبير من النازحين الموجودين في رفح الفلسطينية والذين يتعدون الألف المليون وربعمائة ألف نازح هذا سيمثل ضغطاً حقيقياً على حكومة نتنياهو بالإضافة إلى أنه سيجعل هناك ضغوط كبيرة ومواجهة حقيقية بينه وبين الدولة المصرية التي حذرت مراراً وتقراراً وقد حذر الرئيس المصري من أقدام إسرائيل على مثل هكذا تصرفات باعتبار أن الدولة المصرية أكدت مراراً وتقراراً أن السيادة المصرية هي خطوط حمراء وأن السيادة المصرية هي غير مستباحة ولا يمكن أبداً أستمح بذلك وبالتالي إسرائيل تسعى إلى خلط الأوراق تسعى بشكل كبير إذا أقدمت على هذا الاجتياح ستخسر الكثير وتضع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على المحق خاصة أنه في أي من الأحوال سيتم وقف إطلاق النار وبالتالي الإدارة الأمريكية تضغط بكل قوتها في هذا التوقيت لكي لا يتم اجتياح بري لمدينة رفح لأن هذا سيمثل خطورة داهمة على النظام العالمي وعلى السلم والأمن الدولي وليس فقط على منطقة الشرق الأوسط وبالتالي أرى أن إسرائيل ستفكر مالياً وستفكر كثيراً إذا أرادت أن تقدم على هذه الخطوة لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباء وستؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة يعني دكتور مع تأكيد البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب إسرائيل في الحرب على قطاع غزة رغم مطالبتها بالتفكير كثيراً قبل أي هجوم بري على مدينة رفح وضمان احترام القانون الدولي بطبيعة الحال يعني هل ترى بأن الموقف الأمريكي متناقضاً إلى حد ما أم أن هذا الموقف نتيجة عدم وجود أوراق ضغط كافية لدى واشنطن لإيقاف هذه الحرب الدامية بطبيعة الحال لا يا أستاذ مونة هناك الكثير من أولاق الضغط تستطيع الإدارة الأمريكية أن تفرض إرادتها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص على نتنياهو المتعنت المتجبر المتكبر الذي لم يرضخ منذ اللحظة الأولى للضغوط الأمريكية وفي نفس الوقت هو جعل إدارة بايدن تخسر الانتخابات الأمريكية قبل أن تبدأ لأن إدارة بايدن الآن وفي ظل الضغوط الحقيقية لأول مرة نرى حجم هذه المظاهرات في الداخل الأمريكي لأول مرة نرى تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول أنه لابد من إجراء انتخابات جديدة ويصدق ويؤكد على ذلك الرئيس الأمريكي وبالتالي أصبحت الإدارة الأمريكية راغبة وبشكل كبير إلى وقف الحرب وبالتالي عليها أن تستخدم أدواتها أول هذه الأدوات هو وقف الدعم العسكري المطلق لإسرائيل على الإدارة الأمريكية أن توقف هذا الدعم وهذا ما حدث بالفعل كان من المفترض أن يتم تمرير حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار سواء لأوكرانيا وإسرائيل وتيوان ولكن تم وقف هذه المساعدات حتى هذه اللحظة ولم يتم تمريرها وبالتالي الإدارة الأمريكية أصبحت بين نارين وأصبحت بشكل واضح بين شقي الرحة بين شق الرحة الأول وهو الانتخابات الأمريكية وما بين الرغبات النيتنياهية التي لا يريد نيتنياه بأي حال من الأحوال وقف الحرب وبالتالي أرى أن المعادلة الآن في أي حال من الأحوال تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر من استمرار المعرقة أكثر من ذلك وبالتالي هي تتحرق وبشكل كبير إلى كيفية وقف الحرب والتالي هي ستتحرق لكيفية إنفاذ يعني هدنة إنسانية ولأول مرة نرى تصريحات قوية سيغى من وزير الخارجية الأمريكي من زعيم الأغلبية من الرئيس بايدن شخصيا تصبه أيضا من كاملة هارس نيابة الرئيس التي طلبت يعني منذ أيام قليلة بضرورة وقف شامل لإطلاق النار كل ذلك بالإضافة إلى المتغيرات الأوروبية وضغط الشعوب على حقما في القرى الأوروبية كان من المفترض أن يخرج قرار من الاتحاد الأوروبي بعد موافقة أكتر من 26 دولة على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار نتيجة امتناع دولة واحدة وهذا يؤيد بشكل ويوضع بشكل كبير أن هناك تغيرا في المواقف الأوروبية بشكل واضح تجاه الأقضية الفلسطينية بالإضافة إلى ما نشاهده الآن من أن الرئيس الوزراء البلجيكي يقول أنه في طريق من الاعتراب بدولة فلسطين وأكد على ذلك أيضا رئيس وزراء أسبانيا والكثير من الدول تريد أن يكون هذا الاتجاه بالإضافة إلى ما صرح به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي قال بشكل واضح أنه لابد من الاعتراب بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في مجلس الأمن كمصار جديد يتم سياغته الآن لكيفية الوصول إلى وسائل ضغط حقيقية على حكومة نيتنياهو وبالتالي هناك تغير حقيقي سواء في المواقف العربية التي اتسمت بالقوة في الفترة الأخيرة وأصبحت الآن أكثر قوة وأكثر تواحد تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا المواقف الإقليمية الدعمة للجهود العربية بالإضافة إلى المواقف الدولية الدعمة سواء الإدارة الأمريكية التي تغير موقفها ومن الممكن جدا أن نرى قرار في مجلس الأمن يدفع في هذا الاتجاه بالإضافة إلى مواقف الدول الأخرى سواء الصين أو روسيا أو الدول الأخرى قل برازيل ودول أمريكا اللاتينية التي تدعم فلسطين في حقها في إقامة دولة عادلة كل ذلك يؤكد وبشكل كبير أننا أمام مشهد دولي متغير سيدفع في الفترة القادمة لوقف إطلاق النار ثم بعد ذلك الوصول إلى تفاهمات تفدي إلى كيفية فتح مصار تفاوضي للمفاوضات المتوقفة منذ العام 2014 دكتور حامد أيضا من خلال هذه الضغوط الخارجية يبدو أن هناك ضغطا داخليا أيضا في إسرائيل في الداخل الإسرائيلي يعني تصريحات المسؤولين الأمريكيين يبدو أنها تصب أيضا في الداخل الإسرائيلي من خلال تصريحات أيضا لسياسينا إسرائيلينا تقول على سبيل المثال ياير لبيد يقول بأن إسرائيل أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنية من نتنياهو يبدو أنه يخسر الحليف الأساسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الحرب في الوقت الحالي وأيضا هناك وزراء إسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية يقولون أن هناك خلافات حول رؤية نتنياهو لهذه الحرب وحول أيضا استراتيجية إطلاق صراح المحتجزين كيف يؤثر هذا الضغط في الوقت الحالي على نتنياهو هل يبدو أو يشير إلى ضغط إضافي في الداخل الإسرائيلي مع استمرار التظاهرات التي تطالب بإطلاق صراح المحتجزين في تل أبيب يا أستاذ كريم إسرائيل وحكومة نتنياهو تحديدا تنفذ مبدأ فرق تاسود داخل إسرائيل يعني بمعنى أنها أو داخل الدولة الإسرائيلية وداخل المجتمع الإسرائيلي نتنياهو يقوم الآن بعمل جبهات ضد بعضها البعض يقوم بالضغط بشكل كبير من قبل القتل قتل الجيش الذين سقطوا داخل قطاع غزة في مواجهة أهالي المحتجزين باعتبار أن إسرائيل الآن أصبحت دولة بها الكثير من التعقدات داخل الإسرائيلي بشكل كبير وأصبحت هناك معارك حتى مع زعيم المعارضة يائل لبيد الذي صرح أكثر من مرة أن نتنياهو غير قادر على الوجود في السلطة وأصبح وجوده خطرا على الدولة الإسرائيلية وأيضا إيهود إيهود أولمارت والكثير من المسؤولين السابقين الإسرائيليين الذين أكدوا مرارا وتقرارا على أن استمرار هذه الحرب هو بمثابة خطورة داهمة على الأمن القومي الإسرائيلي بالإضافة إلى حالة من قضية التجنيد فيما يخص الحاردين أصبحت قضية رئيسية في المشهد الإسرائيلي وأيضا قضية الموازنة العامة في الداخل الإسرائيلي وعدم قدرة نتنياهو على تمريرها نتيجة أنه تعهد بمبالغ كبيرة لحزب الصيونية الدينية وإتمار بنخفير الذي كانت من ضمن الصفقة التي دخلت الحكومة أو دخل بمجابها بنخفير لهذه الحكومة يعني بعض الأموال لهذا الحزب وهو ما يرفضه الكثير من الأحزاب السياسية الأخرى بالإضافة إلى أن الحاردين أصبحوا القنبلة الموقود داخل المجتمع اليهودي يعني بمعنى أن الحاردين يشكلون الآن يا أستاذ كريم حوالي 17% من المجتمع اليهودي من المفترض أنهم سيصلون إلى في عام 2035 إلى حوالي 37% وبالتالي سيتحول الصراع في داخل إسرائيل إلى صراع بين الدولة العلمانية والدولة الدينية وسيؤدي قولا واحدا إلى حالة من التهديد الخطير لوحدة المجتمع الإسرائيلي وتماسكه وبالتالي في ظن وتقديري أن كل العوامل بالإضافة إلى عامل الوضع الاقتصادي خسار إسرائيل من هذه الحرب وصلت وتعدت أكثر من 50 مليار دولار بالإضافة إلى توقف الكثير من القطاعات نتيجة إطالة أمد المعرقة داخل إسرائيل والتعبئة العامة التي تتم الآن وبالإضافة إلى ذلك أنه إذا فتحت جبهات أخرى سواء في الجنوب جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وأيضا فيما يخص الدفة الغربية التي أعتبرها القنبلة الموقوطة إذا انفجرت ستؤثر قولا واحدا على إسرائيل وستؤدي إلى تهديدات خطيرة ومن الممكن أن نرى انتفاضة جديدة في داخل الضفة الغربية بالإضافة إلى الأوضاع الكارسية في قطاع غزة كلها من الأمور التي تؤدي قولا واحدا إلى جعل إسرائيل في بؤرة ملتهبة وبالتالي أصبح على حكومة نتنياهو الآن من خلال يعني ممارسة ضغوط حقيقية من قبل المعارضة ومن قبل المسؤولين السابقين الآخرين على حكومة نتنياهو أن يرضخ إلى وقف إطلاق النار وهذا ما شاهدناه من ترابع لمواقف الحكومة الإسرائيلية في الثمانية واربعين ساعة الأخيرة عندما قالت أننا لا نعارض عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم مرة أخرى قتغير نوع في المواقف الإسرائيلية تجاه التعامل الإسرائيلي الواضح نعم أستاذ إذن كما أشرت وكما سمعنا ونتابع تحليلات وتقديرات المراقبين في الداخل الإسرائيلي بأن بين يمين نتنياهو وحكومته إن لم تستجب لتوصيات المستوى ربما العسكري والأمني لمحاولة تجنب كل ما يجري على الأرض سوف نكون أمام مرحلة جديدة وتشكيل جديد في الداخل الإسرائيلي أود أن أشكرك جزيلا كنت معنا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل والمعلومات والتوضيحات المهمة شكرا جزيلا لك ونتابع المزيد من التفاصيل والمعلومات حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وينضم إلينا من رمالة الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات أهلا بك دكتور بداية كيف تتابع الحراق الفلسطيني الأخير الذي تشهده السلطة الفلسطينية مع استقالة رئيس الوزراء محمد اشتيا وتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة كونه رجل اقتصاد هل هذه هي الخطوة التي تحتاجها السلطة الفلسطينية ويحتاجها الفلسطينيون الآن تحياتي تشكيل حكومة جديدة حكومة تيكنوكرات برئاسة محمد مصطفى عمليا هو استحقاق فلسطيني بالتأكيد وأيضا استحقاق دولي وهذا ربما اشتراطات دولية حتى وتلاقت المصلحة التام المصلحة الفلسطينية الداخلية والمصلحة أيضا الدولية هل يحتاج الفلسطينيون إلى وزارة جديدة بالتأكيد لأنه هناك برحلة جديدة وتطلب مهمات جديدة وأهداف جديدة أيضا وتحديات جديدة وهذا السبب كل رئاسة وزراء يعني كل وزارة عادة يتشكل أي دولة أي جماعة عمليا هي التناسي بالظرف والمكان والزمان وأيضا بالتحديات الحكومة الجديدة تيكنوكرات هذه يبدو أنها ستكون التشكيلة أو الحل الذي يقبل به الجميع الخروج من علق الزجاجة من الأزمة الكبرى التي بكل وصل إليها لما فيها إسرائيل المحتلة على ذكرة لأنه أيضا إسرائيل المحتلة عمليا عندها جدل كبير وعمير حتى علمي دين جالنت ووزير الحرب والرئيس الوزراء نتانياهو حاول من يدير غزة في اللحظة نتانياهو يرفض فيها وجود فتح أو حماس جالنت يقول لا ممكن جدا أنه يتم التعاون مع السلطة الفلسطينية حكومة التكنوكراف بالتأكيد يعني قد تكون حل مناسب للجميع ولهذا السبب رحمت بها البيت الأبيض المجلس القومي الأمريكي مريطانيا الأمم المتحدة وأيضا لأخوة العرب وبالتالي نعم يبدو أن هذه الحكومة كما قلت حل مناسب للظرف الخالق والمعقد الذي وصلت إليه المطقة كلها يعني دكتور ترحيب كما أشرت واسع نطاق بهذه الحكومة ولكن يعني حركة حماس كان لها رأي آخر حيث أنها انتقدت هذا التكليف لدكتور محمد مصطفى بشكل واضح وكان رد حركة فتح باستغرابها واستجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام وما إلى ذلك يعني كيف تقرأ هذه التصور يعني دعينا نتجاوز الموقف الأول أو الأول إليه الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس الرافضة لهذه الحكومة باعتبارها خطوة يعني انفرادية واستباقية ونقول أنه في نهاية الأمر في نهاية الأمر أعتقد أنه حركة حماس لن تعارض أن يكون هناك حكومة حكومة التكنقراط قد تشارك فيها بمعنى أن تسمي بعض أضائها أو بعض بلجانها أو أن تشارك في أن تكون مرجعيات إحدى مرجعياتها بمعنى أنه أيضا حماس لن تعارض أن يكون هناك حكومة تتقمط المساعدات الدولية وترميل قطاع غزة وإعمار قطاع غزة وإدارة شؤون الناس بدل أن تديرها إسرائيل أو تديرها إدارات مقبولة من كبر المحتن أو يصطحها المحتن وبالتالي أن تكون هناك حكومة تكنقراط فلسطينية بتعطي بالتوافق وبالتنسيق بحركة حماس وإضا من مستمع الفلسطيني في قطاع غزة أنا أعتقد أن هناك الأمر حماس لن تكون ضد ذلك دعينا نقول أنه الموقف هذا الموقف الأولي للرفض قد يكون من أجل رفع السعر أو تحسين التفاول أو القول أنه فضلي يعني دكتور كي تستوعب ربما حركة حماس هذه الحكومة ودورها المهم في المرحلة المقبلة ربما يجب علينا الحديث أيضا عن ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وهو أمر هام جدا في هذه المرحلة تحديدا في ظل الحديث عن يعني كل شيء جديد يتعلق بواقع قطاع غزة ربما ومحاولة يعني فرد رؤية تختلف عن رؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة ما بعد الحرب تماما سيدتي شوفي يعني أيضا هذه الحكومة وأنا هنا لست يعني لست معه ونضد أنا أنا ووصف من أمل كما هو نعم يعني عودة أو مجيء أو عودة خلنا نسميها عودة الحكومة نقراق إلى قطاع غزة لا يمكن له أن يكون بالفرض أو بالإجبار لا يمكن إلا أن يكون بالتنسيق وبالتوافق لأنه بالتأكيد حكومة من هذا النوع تأتي إلى قطاع غزة وهو قطاع مدمر وناس جوعة برضى ويعني عنده طلبات هائلة ومكان مدمر لا أعتقد أن الناس تأتي كما أقول بالإجبار أو بدون توافق حتى لا تكون وكأنها تأتي على ظهر دبابة إسرائيلية لا يمكنها أن تفعل ذلك لهذا السبب أنا برأيي أنه سيكون هناك حوار مع حماس وسيكون هناك يعني إرضاء لجميع الأطراف خاصة أنه حماس الآن هي أيضا بأزمة كبرى هي لا تستطيع أنه ترمي الغزة تعمل غزة تقود غزة تدير غزة هي استبقى حركة مقاومة وكل احترام وجزء من نسيج الوطن الفلسطيني ولكنها أيضا هناك استحقاقات هناك ظرف وأي حركة في الدنيا أي حزب أي سلطة أي دولة تقرأ الواقع جيدا يعني إذا لم تقرأ جيدا فهي بالتالي تعاند الواقع لهذا السبب أنا برأيي ما احترامي طبعا لرؤية حماس أنه أنه هذا قرار متفرد إلى خلاخ ولكن أيضا في نهاية الأمر هناك قطاع مدمر هناك مواطنين بحاجة لمساعدة هناك ضرورة تقبل مساعدات دولية بدلا أن يتقبلها إدارات معينة أو يوزع ناس معينين لا يعملون من أجل مصرحة الشعب الفلسطيني يعني أن يكون لك جسم فلسطيني متفق عليه متفق عليه أنا برأيي أنه هذا حل حل نتيجة لكل شيء نتيجة للتوحش الإسرائيلي نتيجة للموقف الغربي اللي هو اللي عمليا بتغير أو أصبح عنده بعد هذه الحرب رؤية جديدة وبالتالي لا بد من أن الفلسطينيين أيضا نسكوا من بعضهم على فكرة في ظلت الموقفية هي يعني أنه حماس تتبطرس بخنادقة وفتح تتبطرس بخنادقة والدكور تجري بهذه الطريقة عتبت خسارة للجميع خسارة حقيقية للجميع نعم دكتور إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى المجتمع الدولي الآن يحاول أن يضغط على الجانب الإسرائيلي لأولا إدخال المساعدات ثانيا لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار إلى أن إسرائيل لا تزال ترتكب الجرائم آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتقبت بحق مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في منطقة دوار الكويت بالقطاع في رأيك لماذا تستمر إسرائيل في هذا التصعيد وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يواجه هذا التصعيد في ظل المحاولات لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار أولا الضغوط حتى اللحظة لم تصل بعد لأن تكون ضغوط حقيقية فاعلة لكبه جماع إسرائيل يعني حتى الضغوط الأمريكية لاحظ أنه اللي بيضغط الآن على إسرائيل هو أمريكا وحليفتها هي شركتها في الحرب الذي يضغط على إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية مش على إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية هو حليف صديق عميق وستراتيجي اسمه أمريكا تضغط على الحكومة الحالية لاحظ أنه الكريم العربي لا يضغط بنفس الطريقة اللي يضغط بها أمريكا الانتحاد الأوروبي يلحق للإدارة الأمريكية في الضغط ولكن الضغوط الأمريكية والضغوط الأوروبية لم تصل بعد لأنه تؤثر على إسرائيل بحيث الإسرائيل تتراجع عن مثلا استغلالها للمساعدات كسلاح إقابة ضد الفلسطينيين أو التنكيل بالفلسطينيين أو اقتحام رفح أو إعادة احتلال للقطاع غزي كل ذلك إسرائيل تفعله بوقاحة شديدة وبصنف شديد بالعكس هناك حتى مقابة يعني من حكومة إسرائيل ضد إدارة أمريكا وتتهمها باتهامات كثيرة إذا بالتالي هذه الضغوط لم تصل بعد إلى أنه تكون حققية وفاعلة لو إسرائيل على ذكره أمريكا تستطيع أنه تضغط على إسرائيل بالمناسبة ولكن أمريكا الإدارة الأمريكية هي بين 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 أن تضغط على الإدارة الأمريكية على حكومة إسرائيل بحيث أنه توقفها عند حدها وما بين اللوبيات والضخمة اللي موجودة في أمريكا اللي تبنع الإدارة الأمريكية من أن تذهب بعيدا فيها من الضغط ثالثا النقطة المهمة أنه أمريكا نفسها أقصد بايدن وحكومة والإدارة الديمقراطية هي عمليا إدارة مع إسرائيل تماما هي شركة شركة من حرب وبالتالي إنها شركة من حرب هي كل ما تريده من هذه الحكومة أنه تقود أو تأدي هذه الحرب بالشروط الأمريكية والشروط الأمريكية شروط خطرة عندها معرفة عندها قدرة هائلة على التعامل مع حالات مشابهة كما كان في العراق كما كان كم كانستان ولكن إسرائيل الذي يحكمها عقلية الثقر وعقلية البطش وعقلية الاجتفاف عمليا لا تخطأ لما تكون أمريكا هذا هو السؤال ذلك الضغوط مرة أخرى باختصار الضغوط لم ترك بعد إلى أن تكون ضغوط حقوقية نعم يعني هناك من يتحدث عن أن يعني تحديدا في الوسط الأمريكي أستاذ يتحدثون عن أن بايدن أساسا خلافه مع نتنياه وليس مع حكومة إسرائيل أو حتى مع إسرائيل كدولة وبالتالي كان هناك عدد من المواقف التي لحقت ربما وارتبطت بهذا التحليل حيث أن بايدن أثنى على خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الذي تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء بن يمين نتنياه ووصفوا بأنه عقب في طريق السلام يعني كيف قرأت تلك التصريحات الأمريكية وهل تتعارض مع خطابات أخرى تؤكد الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في حربها على غزة بالضبط بالضبط هو عمليا النقاش أو الجدل أو إذا بدك الحرب أو الضغوط الضغوط التي تمارسها إدارة أمريكية تمارسها على حكومة إسرائيل وعلى رئيس المزراء اللي هو نتنياهو وتتحمه بكل الاتهامات ما قالت شومر عمليا هو يعني رؤية البيت الأبيض ولهذا بايدن دعم ما قالت شومر دغري دعمه ولكن بايدن والبيت الأبيض والإدارة الأمريكية هي عملية تدعم إسرائيل وكما قال بلينكين هو مع إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأنه 7 أكتوبر لا يتكرر يعني عم ترجم الفعلية لهذا الكلام أنه أمريكا مع الحرب ومع اجتفاف المقام الفلسطينية لكن الكلام هو عن نتنياهو اللي عمليا الناشز اللي لا يطيع ولا يعتبر بأوامر أمريكا ومن صائحها أمريكا عندها رؤية مختلفة عن رؤية نتنياهو للحرب هي مش ضد الحرب ولا ضد إسرائيل هي ضد طريقة نتنياهو في دارة الحرب يعني ضد ما قالوا نتنياهو عن اليوم الثاني الحرب ضد نوايا نتنياهو باجتراح رفع ضد نتنياهو في إدارة المفاوضات ضد نتنياهو في إدارة المساعدات ضد نتنياهو في الإرحاق الأذى بالمدنيين هذا هو ما تطالب في الإدارة الأمريكية نتنياهو الذي يعتقد هو أنه كل النصائح الأمريكية مش صحيحة ولا تنفل ما يريده وماذا يريد نتنياهو يريد إطالة الحرب يريد إيقاع الأذى بالفلسطينيين يريد تدمير قطاع غزة يريد احتلال غزة يريد اقتحام رفع لا يريد المفاوضات يريد إخراج الرهائم لم يعد ينتسبة له ليس مهما هؤلاء يريد تقديم المقاومة إذن بالتالي هناك خلافات في الأداء لكن مش خلافات على المضابين المضابين بأنه استقرار الحرب اشتفاد حماس أيضا فكرة أمريكية اللي بتكون أمر أمريكي ولكن ألم تصل فكرة الإدارة الأمريكية أو موقف الإدارة الأمريكية من خلال التصريحات على الأقل بأن هناك طريق مسدود فيما يتعلق باستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة هل يبدو لك من حتى تصريحات جو بايدن بأنه يرى بأنه يجب تغيير الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات كي يكون هناك رئيس وزراء لإسرائيل جديد هل ربما بالفعل وصلت العلاقات بين بايدن ونتنياهو إلى هذه الحائط الصد هذا الحائط الصد صحيح هل يعمل بايدن على ذلك في الفترة الحالية فكرة أنا أتفك معك يا صديق أتفك معك أنه الدارة أمريكية صبرها من نتنياهو وتعتقد أنه ليس منه رجاء يعني عن إطلاق أعتقد أنه الهجوم الذي كان فيه تشومر وهو رئيس قرية ديمقراطية في مجلس الشيوخ وهو يهودي بالمناسبة وصديق لنتنياهو وصديق لإسرائيل أعتقد أنه عندما يتصدى ويقول عنه عقبا لطريق السلام أعتقد أنه نعم الإدارة الأمريكية نفضت يدها من نتنياهو وتنغب بتغيير هذه الحكومة وبالعقل كان واضحا جدا عندما قال أنه نتنياهو يعتبر بأمر الوزراء المتطرفين في حكومته وبالتالي هذا هجوم غير مسبوك على فكرة لم يكن من قبل بالمناسبة لهذا السببب نعم يعني نتنياهو حتى أنا فنصورة كبيرة لهذا الموضوع برأيي أنه هذا موضوع أيضا الانتخابي بمعنى إذا نتنياهو يطل الحرب بالأجل أن ينجح بالانتخابات القادمة فبايدن أيضا يريد أن ينجح بالانتخابات القادمة ولذا السبب اللي دارة أمريكية ممكن أن تضحي برئيس وزراء إسرائيل ولكن لن تضحي طبعا بإسرائيل ولهذا السبب هي تصعب الحرب الكلابية ضد تنياهو من أجل أن يستعيد بايدن شعبيته وأسهبه الانتخابي نعم دكتور أحمد رفيق عواد رئيس مركز القدس للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا لك وللمزيد من التفاصيل وتطورات حول الأوضاع الميدانية في غزة ينضم إلينا من رمالة رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني أهلا بك أستاذ مراد بداية سهلا يعني بعد الدعم الأمريكي الكبير سياسيا وعسكريا لإسرائيل يعني كيف رأيت مشروع القرار الأمريكي الذي يقدم أو الآن يتم تقديمه عمليا في مجلس الأمن الذي يحذر من الهجوم على رفحه ويطالب بوقف دائم لإطلاق النار برأيك هل تحترم إسرائيل كعادتها تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة الدولية ليس في هذه الحرب بل منذ أن عبر الغزاء على أرض الغزالة والأرجوان في فلسطين حتى هذه اللحظة وهم يديرون الظهر إلى كل القرارات الدولية ولا يأبهون بل يمزكون هذه القرارات في غير محفل في العالم ويبقون بها في سلة المهملات هذه البلطجة السياسية تعود عليها العالم للأسف دون أن يحرك ساكنا أمام هذا التغول على كل القوانين وعلى كل النظم وعلى كل الشرائع التي تجاوزوها في استباحة وتدمير ومجازر غزة التي أعيد إنتاجها عبر التاريخ على جسد أهلنا وشعبنا لتمتد إلى الضفة الغربية كذلك بالحواجز والاستيطان والقتل اليومي والاستباحة والسجون المفتوحة حتى تحولت فلسطين إلى سجن كبير ومفتوح وبالتالي لا نعاول كثيرا إلا أن يصفق هذا الضمير العالمي والعدالة العمياء التي تشيح بوجهها عن حق وحقيقة فلسطين منذ ما يزيد على كرن من الزمان ليبقى آخر الاحتلالات يعمم الموت والقتل والدمار على أرض فلسطين أمام الشاشات ويكترف الجرائم المفتوحة والمجازر المفتوحة أمام الكاميرا دون أن يحرك هذا العالم الظالم أي شيء تجاه شعبنا وأهلنا ولو أرادت أمريكا أن توقف الحرب لأوقفتها ولو أرادت أن يكون هناك موقف واضح وصريح لإنفاذ كل القرارات لكانت ولكنها تدعم وهي المظلة لمسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي منذ قرن من الزمان حتى هذه اللحظة نعم أستاذ مراد إذا تحدثنا أو يعني تبعنا السؤال المطروح على الشاشة الآن كيف يتم احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة يعني هناك محاولات وجهود دولية الآن لوصول المساعدات عن طريق البحر هل ربما يوفر الممر البحري الجديد كثيرا من المساعدات والمستلزمات الإغاثية في الوقت الحالي خاصة في شهر رمضان باعتقادي أن هذا الممر المائي بقطر ما يظهر من حسن النية في تقديم المساعدة لأهلنا التي منعها طيلة الأشهر السابقة عن سبق إصرار وترصد ربما يحمل في ثناياه الكثير من الألغام المخبوءة التي يمكن أن تنفجر في قابل الأيام لا نريد لهذا الممر المائي أن يكون رأس جسر لتهجير شعبنا طوعيا بعد أن أطبقوا عليه الحصار والجوع والموت والقتل ومنعوا عنه الدواء والماء والأواء ولغموا كل شيء وبالتالي أيضا لا نريد لهذه القاعدة أن تكون قاعدة أمريكية في المستقبل تمتد على شواطئ غزة وتديم وجودها وتستغل هذا البعد الإنساني بين قوسين لكي تديم وجودها من خلال حلف الناتو والمرينز الأمريكي وبالتالي شعبنا يحتاج إلى وقفة جدية من الأشقاء العرب على جمع الموقف العربي بالضغط على عصب هذا الاحتلال صعدا نحو الموقف الكوني والعالمي في كل المحافل الدولية لوقف هذه الجرائم وهذه المقتلة وهذه الزلزلة التي أتت على أهلنا وشعبنا في إجرام ومجازر لم يكن للتاريخ أن يسجلها في كتاب وبالتالي تجاوزت العقل والوجدان والأهوال التي تتخفى وراء هذه المقتلة ربما تكون أكثر وجعا وإيلاما ورعبا وأهوالا مما يظهر على شاشات التلفزة أمام هذا الصمت العالمي الكابي والمريب لكي يمد هذا الاحتلال يد الموت والقتل والتجويف لكل ما يتعلق بقطاع غزة وبالتالي نحن بأحوج ما يكون في هذه اللحظة وفي شهر رمضان المبارك الذي يجد لا يجد فيه أهلنا وشعبنا سوى عشب هناك وقد بلغ به بالجوع والحصار والوهن كل مبلغ إلا أن يرفعوا صوتهم عاليا ليرجوا المدى أمام كل هذا الصمت الذابح والفاضح نعم من رمالة رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين الأستاذ مراد السوداني شكرا جزيلا لك شكرا إذن مشاهدين ختام هذه الساعة لكن تغطيتنا مستمرة شكرا لك كوري شكرا لك مونة إلى اللقاء اشتركوا في القناة